السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة وأتصور وأظن أن حديث القاهرة وكل بيت تقريبا في مصر لا أتصور أن هناك بيتا واحدا في مصر من نجوع وكفور الجنوب والصعيد إلى كفور ونجوع كفر الشيخ والمنزلة لم يتحدث في الاقتصاد وفي سعر الدولار هذه الأيام بل هناك مكان في مصر أصبح أشهر مكان على وجه الإطلاق في حال مصرية خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم وربما مرشح لأيام قادمة وهو رأس الحكمة في مرسل مطروح أصبح أشهر مكان في مصر ربما تهفو إليه القلوب والعقول معا يعني المصريين زي ما هم على اهتمام كبير وهم أكبر بالاقتصاد الآن أصبح أيضا هذا الحوار والحديث حول الاقتصاد لم يعد طرفا بالته بل أصبح طرفا بالطاق مع كل بيت مصري وفي كل بيت مصري لدرجة في حالة من حالات الخبرة بالاقتصاد كده بتتكون وبتتراكم وبتتشكل في البيت المصري شبه الخبرة في كرة القدم ومعرفة خطط اللعب وطرق اللعب في الملعب والمدير الفني خطة الهجومية أو الدفاعية إمكانيات اللاعبين حتى بقى فيه اهتمامات بأرقام دقيقة شبه برضو الاهتمام باللعب ده كم تمرير عملها في الماتشن قطعت كم استحواز عمله وكم استخلاص عمله فأصبحنا خبراء في الاقتصاد من باب إنه كتر النواح يعلم البوكة باين ولا كتر البوكة يعلم منه حاجة كده فده يخلينا وعيين إلى إنه الاقتصاد الآن بل والحديث عنه أصبح مودا فقريا في الحياة المصرية ده اللي يخلينا أكثر يعني اهتماما ووعيا بضقة ما نقول بتوثيق ما نحكي بجدية الطرح والنقاش لإنه إحنا أصاد فكي راحة وحصار شغال على وساطة أصل اجتماعي وأظن أيضا منعكس في المقاهي والأمسيات المصرية كلها أو منعكس في وساطة أصل اجتماعي من أعادات وبيوت وحوارات المصريين إن إحنا بين حالة من اتنين شقاي راحة زي ما بقول لحضرتك كده ما بين التفاؤل المفرط اللي يصل إلى حد يعني تجاوز المنطق والعلم وأي حاجة لصالح العاطفة والمشاعر والتأييد والموالاة أو التشاؤم المفرط اللي بيصل إلى حد التيقيس والإحباط والرغبة في التسويد العيشة والحياة والمستقبل وسد الطرق وتخطيم الأبواب كل حاجة فإحنا أرجو إن إحنا إذا كانت عواطفنا مشتعلة لأسباب كثيرة أرجو إن إحنا نرشد عقلنا من باش بطول الوقت بنجري وراء هذه العواطف المشتعلة إما حبا أو كراهية وإحنا نحاول لبعننا هذا القدر من الثبات الانفعالي إذا الوضع الراهن من ضغوطه ومصاعبه ومن آماله ومن آلامه ومن طموحاته ومن كل ما يحيط به خليني رقم واحد هنا أتكلم على إنه ربما تستطيع أن تقول ولأول مرة إنك تمتلك الآن رؤية الحكومة الواضحة فيما يقص إدارتها للسياسة المالية والنقدية أو الاقتصادية عموما في البلد دلوقتي تقدر تقول باطمئنان أو أتصور إننا نقدر أقول باطمئنان إننا بيتفاهم سياسة الدولة سياسة الدولة قائمة على محورين أساسيين في التعامل مع الأزمة دي رقم واحد المحور الأول عدم التوقف إطلاقا بتاتا كلية تماما عدم التوقف عن سداد استحقاقات الديون سواء إقصاط أو فوائد ده أمر زي ما بقول دونه خرط القتاد اللي هو خرط القتاد ده لو قطع الشوك يعني شوف أنت لما تطع الشوك كده بالسكينة أو بإيدك شوف تتعور قد دي فده مستحيل مستحيل أن تتوقف في الدولة عن سداد مستحقات الديون سواء إقصاط أو فوائد دي قصة يعني قباية محسومة وموضوع نهائي مقضي به ولم يعد سبيل له من نقاش أو شك أو تشكيك يحصل اللي يحصل بقى نقص سلع ارتفاع أسعار نقص أدوية يعني نقص مستلزمات إنتاج معدل تضخم يحصل اللي يحصل كل الآثار الجانبية وهي آثار سلبية بالضرورة للقرار بتاعنا نستمر في الالتزام التام والصارم والحاسم في تزديد المستحقات فوائد أو إقصاط للديون أي آثار جانبية الدولة تقبل بها تعرفها مبدئيا تعلمها قطعا يعني وتتعايش معها وتتعامل معها ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تغير في قرارها أن الإقصاطها تتدفع والفوائد تتدفع يوم بيوم يعني أنا عايز أقول لحضرتك بكرة طبقا لأرقام دكتور محمد فؤاد وستاذ الإدارة الشهير بكرة هندفع 6 فبراير هندفع 119 مليون دولار 396 ألف دولار لصندوق النقد بس عندنا استقاقات كتيرة يعني في هذا الأسبوع واحتمال حتى بكرة تحديدا لكن لصندوق النقد فقط بكرة هنسدد 119 مليون 396 ألف دولار فبالتزديد الصبحية يعني بالتوقيت جريناتش هتلاقي الفلوس مصر باعتها لصندوق النقد فنعرف قد إيه فيه صرامة وحسم فيه هذا الجانب طيب المحور التاني إيه بقى من سياسة الدولة التي صارت بالنسبة لي على الأقل واضحة تماما وكلية المحور التاني إيه؟ المحور التاني هو إنه لن يحدث تحرير الجنيه أو تعويم للجنيه المصري بالتعبير الشهير إلا في وجود سيولة دولارية لدى الدولة تيجي بقى 10-15 مليار لكن هتعوم لما تملك هذه السيولة ويدخال بنك المركزي للبنوك الوطنية والمحلية ساعتها يحصل تعويم على طريقة إن إحنا نعوم يعني بدل ما نعوم عند البراميل نعوم قبلها بشوي طبعا إحنا عارفين البراميل دي المكان الذي كان يوضع زمان في شاطئ الأسكندرية أو الشاطئ الساحلية الأخرى يعني يحط براميل عند دي النقطة اللي بعدها غريب لا يجوز أن تعوم بعدها طولها تقولك ده بيعوم لغاية البراميل غاية البراميل هي الحدود الموت أو حدود الغرق فإحنا يعني عايزين نعوم آه بس قبل البراميل ده منطق الحكومة أو ده منطق الدولة خليني أكون دقيق وواضح لأن الموضوع أقوى من الدولة من الحكومة وأكبر منه طيب والحكومة هنا جهة منفزة أكتر منها جهة صانعة للقرار من هنا جات النقطة المهمة بقى وهي أنها نقطة انطلاق جيدة لفهم كل اللي القرارات والإجراءات اللي بتتم في مصر الآن واللي فهم مساحة رؤية واسعة للأوضاع الاقتصادية في مصر فأنت طول الوقت لما هتحب ترصد أو تتشكى أو تهجو قصة ارتفاع الأسعار لازم تبص فيه سياق أنه الدولة ملتزمة بالحكتين دولة وعشان كده ده أثر واضح لالتزام الدولة بالمحورين دولة أو غيرها من التحليلات طبعا مع نهاية الأسبوع الماضي وحتى اليوم الكلام كبير وضخم وهائل ويتضخم أكثر وينتشر أكثر حول الصفقة اللي بتعقدها الحكومة المصرية أو بين قصين الدولة المصرية يعني مع عدة شركات من قصين برضو تقريبا برضو أيضا بنكلم على دولة الإمارات العربية حول شراء مساحة هائلة من الأرض في واحدة من أجمل بقاع الأرض رأس الحكمة تعارفين احنا عندنا يعني مقولة شهيرة جدا بيقولها الأستاذ شكري سرحان فنانك كبير في فيلم ردة قلبي يقول لك وذهبت إلى مطروح أجمل بقاع الأرض أنت تستطيع أن تقول وأنت مطمئن أن الجملة اللي استخدمها الأستاذ يوسف السباعي في وصف مرس مطروح دي كلمة دقيقة جدا أو عشان نبقى أدق يعني ساحل مرس مطروح بما فيه طبعا رأس الحكمة ساحل الشمالي كله من أروع الأماكن اللي موجودة على وجه الأرض لكن من أكثر الأماكن عبقرية في الجمال هي منطقة مرس مطروح بما فيها رأس الحكمة فالكلام أنه هذه السفقة هتعمل تدفق مالي لمصر وهيحصل قرابة ما بين 20 إلى 22 مليار دولار مدفوعين دفعة واحدة في أمر يعني يدل على أنه إلى جانب الاستثمار فهي جانب أيضا واضح أن وراءها رغبة في دعم الاقتصاد المصري وليس فقط في الاستثمار في الاقتصاد المصري لأنه ما تصورش أنه العارفين بأمور الاستثمار في العالم في قدر يمكن أن يدفع يعني بالكمية دي بشكل مباشر وبجملة واحدة يعني ده شيء عظيم شيء مبشر جدا وواضح أنه جاد كانت هذه الأخبار موجودة بشكل يعني متكتم عليه أو في صناديق مغلقة لكن فجأة أصبح يعني الخبر متاحا مباحا منتشرا واسعا ممتدا صحيح ما خرجش من يعني من مصادر رسمية أي تفاصيل حوله لكن انتشر إلى حد جدية الخبر نفسه خلينا أعلق على حكاية الشفافية دي بعد بس ما يعني أتوقف عنه نقطة أولى في التعليق على قصة رأس الحكمة الفكرة التدفق مالي لمصر وبالمليارات من العشرين مليار لمصر في هذه الفترة بالتأكيد تبهج أي قلب أي قلب راجل وطني طبعا يعني بيحب البلد لأنه إذا كنا بنكلم على الإخوان فدي قصة يعني يضطر الإسلام السياسي دول عايزين بلد تخرب يعني وتسقط وتنهار وتتوجع وتتألم يعني دي قصة ملناش علاقة بالمصريين أو بالشعب المصري قصة هذه الجماعة غير الوطنية المحمومة بالكراهية للشعب المصري وللدولة المصرية والمصري نفسها فيعني رغبطها فيه إنها تفش قدر هائل من الغل وتنفش أكبر قدر ممكن من الكراهية وإنها يعني تتمنى لهذا البلد كل شر تتربص بكل شر لهذا البلد دي قصة خارج بقى حدود النقاش ده موضوع منتهي إنما ما كلم على الشارع المصري الشعب المصري بالتأكيد لما يعرف إنه بلده هتتلقى استثماراً من هذا النوع بالتأكيد هيبقى فيه شيء من الراحة بصرف النظر حتى لو مختلف مع إدارة الدولة فيه أشياء كثيرة جداً بما فيها الاقتصاد أو السياسة إلا إنه محدش شكرها أبداً لبلده إن يكون هذا الاستثمار وهذا القدر من المال موجود فيه بنكها خلال إسبوع ده شيء يعني يسعد كل قلب حقيقي يعني لكن ومع كل التحفظات السياسية أو المواقف السياسية لدى أي طرف محدش من أي وأنا أبرق أي معارض في مصر وأبرق بأي معارض في مصر إن يكون يتمنى مس مصر بسوء يعني بشعرة من سوء ولا بحبة من خردل من سوء الاختلاف مع إدارة الدولة أو الاختلاف مع الحكومة حاجة والإيمان بالبلد ومصلحتها وبخرها وبتقدمها وبالرغبة في نجتها ويعني خروجها من محنها دي حاجة تانية خالص لكن اللي أنا عايز أقوله في هذا السياق إذا كنا متصورين إنه مائدة من السماء سوف تنزل على مصر بالـ 22 مليار أو إنه يعني ستطهبط علينا يعني هطول من سيول المن والسلوى بدخول هذا المبلغ المهم للغاية يعني ونتمنى إنه ده يحصل في القريب العاجل في الساعات القادمة في الأيام القادمة بإذن الله لكن الذي يتصور أن هذا منّا وسلوى من السماء أو إن ده يعني مائدة من السماء عليه أن يراجع نفسه قليلا في هذا السياق ليه؟ لأن مصر مش محتاجة 22 مليار دولار فتنتهي أزمتها ولا حتى تلوح بداية نهاية الأزمة لأن مصر نفسها طلقت خلال السنوانات الأخيرة جالها يعني فلوس 165 مليار دولار مثلا اللي هو حجم ديوننا دلوقتي ما حجم ديوننا دلوقتي هي فلوس طلقناها خدناها استلفناها يعني فدخل عندنا 165 مليار دولار مش بس كده غير الفوايد والإقصاط اللي إحنا دفعناها من الديون يعني غير ال 165 المتبقية كديون إحنا كنا استلفنا وسددنا فشوف مدى المليارات اللي دخلت وخرجت عندنا أضف إلى هذا المنح اللي حصلت عليها مصر وهي بالمليارات أيضا من الدول العربية الشقيقة خلال السنوات السابق أضف إلى هذا المليارات بتاعتنا احنا بقى كدنا وعرق يعني جباهنا مش بس القروض اللي إحنا خدناها أو الدعم والمنح اللي طلقناها لا قناة السويس دخلها بمليارات السياحة تحولات المصريين من الخارج وفترة وفترات لامست 30 مليار في السنة تصدير البترول والغاز وكل التصدير اللي بنصدره إذن إحنا دخلنا مئات المليارات وستخدم هنا مئات بقى فالقصة مش قصة 22 مليار إذن يعني ده ده مش حتى يعني بنكلم على الديون الراهنة اللي معناها إن احنا خدناها مليارات 165 والدعم اللي خدناه من الدول العربية مليارات أيضا يعني أرقامها بقى أرقام تقريبية في الحالة دي بنكلم على سداد الديون اللي سددناها ولو رحنا لو سندوق لوزير المالية لا هاي احنا دفعين مليارات تسديد ديون أنا نسي أتكلمك هو على 119 مليون دولار هنتفعهم بكرة الصبح لسندوق النقل لما هنشوف كمان الدخل لنا بقى السنوي من الدولارات من زي ما أقول حركة من مصادرنا الأساسية التحويلات المصريين قناة السويس الغاز والتصدير يعني ثم السياح ولما نشوف إلى جانب ده هذا الحجم الهائل من الأرقام اللي جات لنا ومليارات اللي جات لنا ده نعني نعني بهذا الكلام الذي نقول بهذه النقطة التي نطرحها أن القصة مش قصة 22 مليار دولار بعد القصة قصة كيف ننفق هذه الأموال يعني الكلام عن سياسة الدولة في الإنفاق لهذه المليارات اللي تحصلنا على مئات منه هرجع الثاني لدكتور محمد فؤاد خبرنا الاقتصاد الكبير بمقاله الأخير في موقع القاهرة 24 موقع المتميز بيكلم أنه حجم المبالغ الدولارية واجبة السادات خلال 20-24 قرابة 24 مليار لسادات أقصاد الديون بخلاف ما سوف يتم تمديده منها ثم 7 مليار لمتأخرات شركات البترول الأجنبية و6 مليار لتخويل بعض أرباح الشركات الأجنبية العاملة في السوق و14 مليار للتعامل مع البضاء المحجوزة استحقاقات بـ 51 مليار دولار فبرضه 22 مليار لوجهم الأسبوع ده أو الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى لا يعنون إطلاقا أو لا يعني هذا المجيء إطلاقا ولا ذلك التضفق إنهاء مشاكلنا يعني ربما حل جزئي حل مرحلي أفق مفتوح استبشار طيب لما نضيف لها كمان بقى فكرة الاتفاق مع صندوق النقد مع المستحقات الأساسية أو الأقصات الأساسية اللي هنأخدها في القرد اللي إحنا طالبينه وأظن قرابة 12 مليار سبعة من الصندوق وخمسة من مصادر أخرى وهنحلل بعد شوية مع خبرنا الكبير السيدة عبداللطيف وهبة موقفنا مع صندوق النقد ومفاوضاتنا لكن لما أقول حتى مع الـ 22 دولار ومع الـ 12 اللي ممكن يجوا من صندوق النقد وإن كان الـ 12 صندوق نمشي جاين مرة واحدة يعني على دفعات أكيد لكن في المحصلة هذا التضفق الدولاري وهو قادم بإذن الله تعالى نتمناها ونسعى إليها ونعتقد فيها بإذن الله لكن في المحصلة حتى لو جه فده مش معناه أنه إحنا أزمتنا اتحلت أو أن الأزمة في بس هذا التضفق المالي الدولاري الأزمة أبعد أعمق من ده وهو إدارة هذه الأموات بدليل حصولنا على مئات المليارات من قبل قدرناها ووصلنا الأزمة أزمة ما تدخلت فيها عوامل خارجية نعم بالتأكيد تدخل فيها ظروف دولية نعم بالتأكيد لكن في المحصلة وظروف داكلية وإدارة داكلية لهذه الأموال ومن سا بما فيها حتى عدم التحسب لوجود أزمات ممكن تيجي بشكل طارق ففي المحصلة يعني أنه مع كل هذا التفاؤل الطيب وهذا الاستبشار المهم وهذا الأفق المفتوح وهذا الإحساس الشديد بأنه صخرة يعني ترتفع عن القلب قليلا أو إيه لا تتشال عن السدر إلى أنه دا معناه أنه ليس هذا أمر يحل لنا كل المشاكل ولا هذا باب سحري ولا دا فكرة افتح يا سمس دي نقطة مهمة لكل الأطراف نعيها نعرفها نعلمها نتأكد منها عشان نقدر نبني عليها الملاحظة التانية فيما يخص رأس الحكمة وأتمنى أن يكون فيما نقوله حكمة أنه رأس الحكمة دي المكان البديع ومصر ملقى دي جغرافيا بديعة وأماكن ساحرة كبع المخافزة المرسي مطروح ماشي ليكن أو الأرض دي يعني ملكية وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو صدوق السيادي ليكن ثم التفاوضات والمناقشات اللي فيها دي مع أطراف من الشراء والاستثمار بتتم من خلال الحكومة من خلال ما عندناش وزارة استثمار عندنام صحة استثمار لكن عموما رئيس الوزراء هو وزير الاستثمار الحقيقي الفعلي في طبقا يعني للقواعد الحكومية الموجودة الآن طي يعني عندنا أكثر من جهة بتتفاوض وبتتناقش فيما يخص أرض الحكمة رأس الحكم مع أطراف غالبا يعني أطراف من الحكومة الإماراتية أو من شركة إعمار أو من أطراف أخرى طبعا أنا من الذين يعلمون يقينا وأرجو أن يعلم الجميع ذلك أنه لا يوجد أبدا مفاوضات ولا صفقات تجارية استثمارية تنعاقد على الهواء مباشرة ولا المفروض أن الناس بتتفاوض على صفقة استثمارية فنطلع يوم يوم بنقول تفاصيل ده أنت لو بتتعاقد مع لعب كرة لو بيجي مدير فني مش هتقول على الهواء مباشرة ولا تزيع التفاصيل ولا تقول مفاوضات بيحصل فيها إيه دي قصة طبعا لا عاقل يطلبها ده طبيعي جدا ومشروع في عالم الاستثمار بل واجب في عالم الاستثمار إن ما فيه هذا القدر من التحوط والقدر من التكتم والقدر من أن الناس تشتغل بدون إزعاج ولا انزعاج ولا تسريب ولا أخبار ولا نقاشات طويلة في هذا الموضوع لكن لكن لأحد يطلب تفاصيل بطبيعة الحال لأن التفاصيل دي قصة يعني مغلقة في غرف مغلقة إنما عنوين لأنه ما ينفعش أبدا مصر كلها بيضار حوار من أول بقى مجموعات الواتسقاب على اكس على فيسبوك على التلفزيونات على إيه ولا صوت للدولة آه آه خيرا كلام عام جدا عام أكتر من تعويم الجنيه تعويم الكلام قاله المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه فيش كلام ممسوك كلام واضح كلام فيه عنوين أساسية يعني درجة من درجات غياب الشفافية المرعب لدرجة مرعب فعلا ليه لأنه بيفتح أبواب الخفافيش بيفتح أبواب بقى التقول والتشويش والتشويه والاتهامات يعني ما بيديش حالة طمأنينة قد ما بيدي كمان وصدها يعني إذا كان الناس بتتطمن إنه في استثماره وفي صفقات بتعقد وفي دولارات دخلة وربنا يكرم بإذن الله على قدر ما بتدي هذا الإحساس بالاستبشار والاطمأنان وإن كان الناس برضو بتتحسس فيلا يعني هي مش عارفة هي إيه وإيه الموضوع بالزبط لكن أو خير على الناحية التانية بتفتح باب ومسارب للطعن والتشكيك والتطبيب التطبيب دي جاي من ضباب يعني يعني الأمور ضبابية فليه يعني السؤال ليه لإني يبدو نديع عقيدة من عقائد الحكومة عقيدة يبدو أو ربما الدولة هي فكرة التكتم الشديد وغياب الشفافية في كثير جدا بشكل مبالغ فيه كمان مفرط في كل تفاصلنا الاقتصادية والسياسية وكل حاجة يعني لا تستطيع أن تلتقط وسط كل اللي بيحصل معلومات واضحة بيّنة كده في أي شيء خريط الطريق معلومات يقينية ما تعرفش حالة من التشويش والتشوش وغياب المعلومات اللي على فكرة إذا كان في قدر منها بيحقق خيرا ففي قدر منها بيحقق شرا وهي عشان كده الحكمة الحقيقية بقى فيه يعني عند الحكومة بالناس بترسل حكمة إنها تبقى قادرة على أنها تقدم شفافية للناس في ذات الوقت اللي هي يعني بتحافظ فيه على تفاصلها التي لاجب أن تزاع لكن في نفس الوقت بتقفل صندوق منذورة ده اللي ممكن يطلع شائعاته ويطلع بما فيها شائعات خير يعني في بعض الأمور يعني الشائعات الخير تدي توقعات عظيمة والتوقعات العظيمة بالمناسبة باب الإحباطات العظيمة أنا فاكر مؤتمر الاستثمار في شرم الشيخة أو المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخة كانت عناوين الصحف وصلة إلى درجة من الهوس الرقمي عن مليارات كأنه سماء مصر تسقط مليارات على شعوبها من الدولارات إلى حد يحصل يعني إحباط وإحساس بي خيبة أمل ماه نتيجة أنك قلت أرقام وحكيت في حكايات ووسعت المسائل واللي هيحصل خلال خمستاشر سنة قلت أنه كأنه حصل النهاردة أو يحصل بكرة الصبت ولا عد خمستاشر يوم يعني فالشفافية تحلينك المشاكل دي كلها فاضلا برضو على سؤال مهم في هذا السياق احنا عملنا مؤتمر اقتصادي واستعنى بالخبراء وعملنا إشي الاستراتيجية اللي عايزين نطرح للحوار المجتمعي وعملنا حوار اقتصادي في المؤتمر في الحوار الوطني وعملنا مش عارف عشرين تلاتين وعملنا وقتول وقتل استدعي سؤال برضو هل في النقاش حوالين رأس الحكمة في خبراء ولا حكومة بس يعني هل احنا بنستعين كحكومة ببيوت خبرة بشركات متخصصة بخبراء وطنيين عندهم خبرة واسعة في هذا المجال ولا معتمدين بس على موظفنا وإدارينا ووزراءنا في إدارة الحوار يعني وفي إدارة التفاوض التصور ان الامر في حاجة ماسة إلى أنه يحصل تشابك مجتمعي كده وأن الحكومة تستثمر في عقولها المصرية الموجودة في المجال الاقتصادي مش تشعر أن المسئولية تحتم عليها أن تنفرد هي بإدارة كل الأمور يعني هي في الآخر هي صاحبة القرار حدش يفرض على الحكومة حاجة وفي الآخر القرار اللي هيخره هيخرج موقع باسم رئيس الوزراء فهو يتحمل المسئولية واحده ومسئولية فشل أو نجاح لكن في المحصلة لا خب من استشار ولا خب من استعانى بخبير ولا خب أبداً من أراد النجاح لنفسه بالاستعانى بالآخرين معه التفرد والانفراد بالتفاوض والنقاش أمر يعني أتصور أنه في سياق أزمة زي اللي إحنا فيها محتاجين أن قراراتنا تبقى صدرة عن إجماع اقتصادي أغلبية اقتصادي أو تشاور مع كل الأطراف وفي الآخر قرار قرارنا كحكومة يعني في الآخر إحنا لا نواقع ده يقودني إلى نقطة تالتة برضو فيما يخص رأس الحكمة نلتمس فيها الحكمة بإذن الله النقطة دي لا علاقة براس الحكمة مشروع ما قرأناه وسمعناه عنه إنه مشروع سياحي من الدرجة الأولى استثمار في النشاط السياحي أراضي وقرى ومدن ساحلية سياحية هائلة بإمكانيات رائعة وكل الكلام الجميل اللي إحنا أرينا ده طيب يعني المبدأ قائم إنه إحنا يبقى عندنا هذا الاستثمار الهائل فيما يخص السياحة الساحلية على ساحل البحر المتوسط مع قوى استثمارية عربية أجنبية يعني ده كلام ممتاز وشوفنا إحنا في الفترة الأخيرة قوانين بتتعمل فيما يخص التملك الأجانب للأراضي ويخص كلها واضح إنها أمور كلها تأهيلية لمثل هذه الصفقة أو غيرها وده كلام ممتاز تمام يعني إحنا قابلين إحنا كدولة قابلين بفكرة الاستثمار بالطريقة دي إنه يجي مستثمر هائل كبير الإمكانيات قادر على ضخ كل هذه المليارات في مشروع سياحي ساحلي يمثل مدينة كبيرة هائلة ممتاز طبعاً نديله على مين أو بالمنطق نفسه يعني نكمل لما عرفش العالمين وصلت لي تلت المشروع ولا نص المشروع ولا تأتربع المشروع لحت الاكتمال العاصمة الصيفية لكن إذا كان الأمر كذلك ومن حيث المبدأ إحنا موافقين وسعدة وبنبشر بعض وبنستبشر كلنا وبنهنئ تقريباً بعض بأنه هذه الصفقة ستنعقد يعني المبدأ قائم وهو إننا أتعامل مع مستثمر أجنابي في بناء قرى ومدن ومشروعات هائلة هولى العالمين في السحل الشمالي تمضيل العالمين ليه أنا كدولة أتحمل للإنفاق على العالمين إذا كان هو الحل نفس المشروع تقريباً اللي بتقراف في رأس الحكمة تقريباً هو نفسه العالمين طب كويس طب ما بقول شيء اللي هيشتري رأس الحكمة يشتري العالمين بس بقول أنه يعرض فكرة للتثمار أيضاً بذات الطريقة على مستثمرين سواء بتقرس الحكمة أو غيرهم أنه ياخدوا العالمين يتحملوا نفقات العالمين ويصرفوا على العالمين ويدونا للأنفق منها والدولة تخلو يعني وتخلي يدها ويخلو ذهنها من الإنفاق على العالمين ونرتاح يعني أنا عارف طبعاً ده الحكومة ما بتصرفش على العالمين يا جماعة ما احنا فهمنا في ميزانية للحكومة وفي ميزانيات لهيئات اقتصادية موجودة كتير أوي في الدولة المصرية وبفلوس الدولة المصرية فكل حاجة فلوسنا يعني كل حاجة فلوس نحن فلوس الشعب فلوس الدول آه في ميزانية بتاعت الحكومة ما بيطلعش منها فلوس للعالمين ما بيطلعش منها فلوس للعاصمة الإدارية صح حقيقة فعلاً يعني بس الدولة بيطلع منها فلوس للعاصمة الإدارية وليه العالمين طيب ما نيجي بقى بمناسبة ان العالمين ما عندها في الطرف المقابل لرأس الحكمة مبدأ آخر ومبدأ جديده وهو وهو القبول بهذا الاستثمار الهائل في هذه المنطقة طيب ما يبقى العالمين تاهت والإناها ليه العب ليه نحط مقا في الميزانية عندي العالمين وندفع إيه والإقصاط إيه والشركات إيه خط نعرض على طول الاستثمار العالمين ليه علشان يشيل عبق عن الانفاق ده ناخد الانفاق وتالعالمين ده نروح نوديل التعليم من العالمين للتعليم فيحللنا أعزمات كتيرة جدا نعرف نعين مئة ألف مدرس مش تأتيين ألف مدرس كل سنة اللي احنا معينهمش يعنيهمش كلهم يعني وحتى المصالح الحكومية والهيئات الحكومية اللي لها مقرات مجلس وزراء أو غيره في العالمين وبنناها وبدأت تمارس مهمها منها في الصيف ما نعمل زي ما عملنا في العاصمة الإدارية المقرات الحكومية في العاصمة الإدارية بتدفع إيجار ليه شركة العاصمة الإدارية فنعمل الحكاية دي مع المستثمر أو نقول للمستثمر العالمين كلها هتدفع فلوسها بس المقرات الحكومية مجاني وهنشتغل منها وده حقنا وطبيعاتنا نحط في العقد ماشي نحط في العقد فأنا يعني ويبقى عندنا كده رأسيني لحكمتيني في العالمين وفي رأس الحكم ويبقى دعم للإستثمار ويبقى ضخ تخيل أنت بقى لما نبيع العالمين دلوقتي بالمراحل اللي تمت ونجزت وقد أنفك فيها عشرات المليارات من الدولارات فتخيل بقى لو كمان بيستحوز عليها مستثمر شوف قدية يخش عندك في حساباتك وفي ميزانيتك وإزاي يصلب ضهر اقتصادك ملاحظة ربما تكون الأخيرة هنا فيما يخص سياق رأس الحكمة ولعلها أيضا تتلمس الحكمة يعني أنه ردود الفعل صفقة رأس الحكمة التي يعني لها مستبرة حتى الآن تخليني أسأل سؤال لعله يعني يجد قلبا يناقشه قبل عقلي وحاوره وهو ده معناه إيه؟ معناه يعني لما نقول إن هيجلنا عشرين مليار فالدولار يهبط الهبوط الكبير اللي هبطه ده وبالمناسبة يعني طبعا إحنا نتمنى أن يعني عكس الهبوط الدولار ده على الأسعار في مصر ويبقى رد الفعل واضح في السوق وفي الشارع وفي الشراء والبيع مش مجرد في صفحات الفيسبوك اللي بتقول لنا أسعار الدولار كام لكن خد بالك أنا كأب وولادي بيدرسه برة زي كل أب يعني وأم ولاده بيدرسه برة كل يعني جنيه بيزيد في الدولار بيصيب فيه قلب الرجل والمرأة يعني الأم والأب سهما من نار عشان بيصرفوا على عيالهم برة وكل جنيه يهبط من الدولار بيزيد عليهم برده السلام ده طبعا يعني ده أضف إلى هذا ملايين المصريين اللي شايفين أنه سعر الدولار مؤثر على سعر البيضة وده حقيقي فده شيء كويس جدا أنه احنا نتمنى ونسعى أنه يعني الهبوط اللي خصل للدولار ده ينعكس على حياتنا اليومي ممتاز لكن برضو مرة أخرى سؤال إذا كان لسه الفلوس ما دخلتش والدولار وقع كده ده معناه إيه معناه هل إحنا بصرف النظر بقى أصلي ده معناه أنه فيه سودة للدولار أصلي مش عارف فيه مضاربين أصلي يعني كل ده على رأسنا لكن هل اقتصادنا على هذه الدرجة من الحساسية مش هقولي الهشاشة إلى درجة أن خبر يطلعوا وينزلوا ده اقتصاد ولا بورصة ده يعني أنا أفهم أن البورصة حساسة وهشة إلى درجة أنه فعلا أخبار توديها وأخبار ترجعها إنما لم يبقى اقتصاد بما فيه مشاعر الناس يعني الناس فعلا بعد خبر رأس الحكمة ده ما انتشر مش بعد ما نشر بعد ما انتشر لأنه لم ينشر في حالة ابتهاج حقيقي تفاؤل بقى احنا مصر كلها بقى توقف على 20 مليار يعني مشاعر المصريين واحساسهم باقتصادهم وقف على 20 مليار يعني احنا على هذه الدرجة مرة أخرى مش هقولي الهشاشة هقولي الحساسية هل ده معناه اقتصاد قوي صلب ولا ده معناه اقتصاد ضعيف اللي تتحرك في الحياة وتنتقل فيه المشاعر من البؤس إلى التفاؤل والاستشراف يعني والاستبشار بخبر خبر 27 مليار صعي بس خبر ده معناه الاقتصاد ده يعني خبراءنا الاقتصاديين محتاجين يدوروا على تحليل لتوصيف اقتصاد من هذا النوع لكن كمان أنا للجانب الاقتصادي بقى الجانب النفسي للمصريين للدرجات دي احنا كمصريين درجة مشاعرنا وعواطفنا بقت تحركها الحالة الاقتصادية ثم متغير ما جوه الحالة الاقتصادية اه مرة اخرى لهؤلاء الذين يعتقدون ان هناك ما هو ابعد كثيرا من اكل الناس وعشهم نريد ان نقول لهم انه ليس هناك ابعد اطلاقا من اكل الناس وعشهم الا الكرامة يعني كرامة المصريين ثم الاكل والشرب ده نقطة مهمة للغاية حتى اللي معتقد ان الامن اهم من الاكل والشرب حقيقة الامر انه ازمة الاكل والشرب تهز الامن مش بس بشكله السياسي ان الناس يعني تموج غضبا او تخرج لا اتصور ان شاب المصر يعني يمكن ان يفعل ذلك ابدا لانه عارف كويس اوي انه خروج يعني فوضى يعني خراب يعني خراب اكبر لكن مش بس على المستوى السياسي الحالة الاقتصادية مستوى المعيشة اليومية طول الوقت يتقارن ويتقال ان الامن اهم من مستوى المعيشة اليومية وده كلام في الظاهر حقيقي في الباطل لا ليه لانه مستوى المعيشة ممكن يهز الامن يهز الامن السياسي قطعا لكن على سبيل اليقين بيهز الامن الجنائي طبعا شوف مدى الخلل الجنائي اللي ممكن يحصل لما جنائي اللي هو سرقة وقتل واخنات وفوضى وعا لما يبقى فيه ازمة في الاكل والشرب مش فيه وجود الاكل والشرب في توفر الفلوس في توفر المال الواجب لتوفير الاكل والشرب مش بس كمان بقى الامن الجنائي والامن الاجتماعي مستوى الاحباط والألم والتفكك والأسري والعنف والأسري كل ده يعملوا الأكل والشرب بس سؤال هنا يا صح لنجد نكلم نقول الأمن ولا الأكل والشرب أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأكل والشرب يعمل الأمن من الخوف يعني مقدم على الأمن من الخوف على الأمن شوف فإذا الاهتمام بحياة بقول خبر خبر تلت تسطر اتبعت اللي طوب الأرض في مصر ثم انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي من غير أي مصدر رسمي يقوله أنعش قلوبا أبهج سطورا الصدور ابتهجت والقلوب انتعشت وناس استبشرت ده معناه إيه إن الناس على شعره معناه إن الناس في حالة يعني عايزة تشوف أي شعاع نور مش نور شعاع نور يعني نس في النفأ ونفسها في النور اللي هي في أكثر النفأ فلابد أن ندرك إلى أي حد مع خبر رأس الحكمة بنرصد الشرع المصري والمشاعر المصرية والواقع المصري ولعلنا في ذلك نكون أكثر حكمة ورشادة ونحن نعالج قصة الاقتصاد المصري وأزمته الرهنة بعد الفصل نلتقي بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة